هو فيه خبر جميل عايزة اقوله دايما في هذا التوقيت من كل عام بيحتضن التاريخ والاصالة الجمال بتحتضن حديقة الارمان معرض ظهور الربيع ودي بتبقى مناسبة جميلة جدا وزارة الزراع قالت ان افتتاح معرض ظهور الربيع بحديقة الارمان هيكون ان شاء الله 14 مارس لمدة 30 يوم وده اللي أعلانه الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي بوزات الزراع لان عدد الشركات التي تقدمت للمشاركة في معرض ظهور الربيع حتى الآن بلغ حوالي 193 شركة تعمل في مجال نباتات الزينة والظل والظهور وتنصيق ومسلزمات الحضائق وأكد رئيس قطاع الارشاد الزراعي انه سيتم افتاح المعرض هذا العام في نسخته النسخة السنة دي كامل يا استاذ عزيز النسخة السبع وتمانين وأكد رئيس قطاع الارشاد الزراعي الدكتور علاء عزوز أنه سيتم افتتاح المعرض هذا العام في نسخته السبع وتمانين بحضيقة الأرمان النباتية بالجيزة تحت رعاية السيد القصير وزير الزراع والسلطة الصح الأراضي يوم السبت الموافق 14 مارس 2020 ولمدة شهر كامل لافتا إلى أنه من المتوقع أن تزيد المساحة المقرر إقامة المعرض عليها إلى 20% عن العام الماضي ووضح أن اللجنة المشكلة لإدارة معرض هذا العام ما زالت تستقبل طلبات الشركات الراغبة في المشاركة وخاصة صغار المزارعين والعاملين في مجال نباتات الزينة وظهور القطف والصبارات ومستلزمات الحضائق وأوضح رئيس قطاع الارشاد أن المعرض يساهم بشكل كبير في النهوض بهذه الصناعة وفتح أفاق أوسع للتصدير وزيادة الدخل القومي لمصر وأشار إلى أن أهمية إقامة هذا المعرض بحديقة الأرمان النباتية بالجيزة يأتي نظراً لقيمتها التاريخية التراثية الهامة حيث تم إنشاؤها في عهد الخديو إسماعيل عام 1875 لخدمة فرع العلوم التي ترتبط بالنباتات المختلفة الموزعة حسب العائلات النباتية ده مهم جداً وخبر يعني مفرح لأن إحنا بنتكلم على حدث بنستنى كلنا كمصريين في كل عام حدث يهمنا إن إحنا نتابعه وإن إنتم تحضروا واللي عاوز يشارك يروح يقدم طلب لأن فعلاً هو شيء مشرف وأتوقع كمان إن كمان المدة بتزيد يعني بتبقى فترة جميلة لإحداث نوع من الرواق دا كل هذا القطاع بشكر حضراتكم وإلى اللقاء